مصر ربما هي صدفة وحدها ما جمعت الفرقاء والحلفاء في محطة التاسع عشر من نوفمبر لما يحتويه من مناسبات انشغل بها الشارع وان اختلف حول مضمونها العديد منهم في ذات الميدانين التحرير ومحمد محمود والذين تلاقت فيهما الأحلام قبل أن تفرق الأجندات المصائر مصر ما تتعرش الشعار ده يسقط كل من خان عسكر فلول إخوان الفلول في 25 يناير 2011 قالوا أن الناس دي من موالا من أمريكا وتاخد من تاكي مجانا جمال فلول الإخوان رجبوا على الثورة وخانوا الثورة وتحلفوا مع العسكر عشان يكسب محمد برس الانتخابات والعسكر طول عمرهم يكشحوا في الثورة بقى لهم 60 سنة فيسقط كل من خان عسكر فلول إخوان ومحمد محمود هو الحدث السوري الوحيد اللي كان فيه إخوان ولا كان فيه فلول وفي ضوء هذه التطورات التي تلاحقت منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير عاد المصريون إلى مربع الحيرة والبحث عن أفق مطمئن من جديد وتبقى أسئلة تطرح نفسها بإلحاح عن بسار خارطة طريق المرحلة الانتقالية وإلى متى يبقى الانقسام سيفا مصلطا على أعناق الناس ومن يحكمون البلاد مستقبلا وبين محمد محمود وميدان التحرير يبقى الوضع السياسي في مصر معلقا يتأرجح بين مد أزمة سياسية يحمل كل طرف فيها وزرها للآخر وجزر التوترات الأمنية والصعوبات الاقتصادية ليطول معهم انتظار المصريين للتغيير الذي حلموا به والذي يقول بعضهم إنه تأخر كثيرا عن موعده هل تعود الأمور إلى سيرتها الأولى انقسامات وخلافات واحتقانات في بحثنا عن الإجابة على هذا السؤال ينضم إلنا في الستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ رفعة فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم بأهلا بك أستاذ رفعة معنا أهلا بك أهلا وسهلا بداية هناك عدة مفارقات ورمزيات هناك ذكرى محمد محمود اليوم مباراة مصر وغانا وذكرى عيد ميلاد الفريق السيسي وزير الدفاع كيف تقرأ هذه المفارقات في عجالة يمكن بعض المناطق على مستوى الجمهورية وفي مقدمتها محافظة الإسكندرية النهاردة بدأت تحتفل بعيد ميلاد الفريق أول عفتاح السيسي بالنسبة للاحتفال بذكرى شهداء أحمد محمود يمكن في مدان التحرير ومحاوله يمكن زي ما شاهدنا يكد يكون عشرات الأفراد بسموا مختلف القوى ليس هناك نوع من التوحد ما بين هذه القوى بعضها البعض بدليل أن القوى السورية التي شاركت في 25 يناير انقسمت على نفسها اليوم ما بين مشارك في هذه الزكرة وعدم المشاركة حتى جماعة الإخوان التي قد ركبت ثورة 25 يناير بعد يوم 28 يناير لأنها كانت في الأول قبل بداية الصورة كانت أعلنت أنها لن تشارك في صورة 25 يناير وعندما اطمأنت إلى أن البدايات تؤكد أن الصورة على وشك النجاح بدأت تركب الصورة ومبارات مصر وغانا ومبارات مصر وغانا الميول الكراوية لدى كثير من الشباب ويمكن طبعا هي الفئة الأكبر الموجود في الشوارع دلوقتي بالنسبة للتظاهراتهم الشباب وسواء بالنسبة للشباب الجامعات أيضا يميلون دائما إلى تشجيع الكراوي يمحافل يمحافل ومع أن النتيجة بالنسبة للغانا يعني شبه مش مضمونة إنما تفاعلا مع المباراة بلا شك أثر على عدم تواجد عدد كبير من الشباب اليوم في شارع محمد محمود أو بالنسبة لمدان التحرير نرجع للشأن السياسي لأي مدى يمكن أن تعمق ذكرى محمد محمود اليوم من الاحتقان السياسي في مصر لا الاحتقان السياسي في مصر في مجملة هو موجود حالينات ما بين فصيل وبين دولة فصيل جماعة الإخوان في ناحية وبعض أنصارهم إذا جاز التعبير وبين الدولة التي خرج الجزء الأكبر من شعبها يوم 30 يونيو لعسائرا على النظام السابق وخرج بعد ذلك أيضا لتفويض الفريق عفتاح السيسي لمواجهة الإرهاب ومن هنا الأفعال التي جاءت من جماعة الإخوان المسلمين بعد 30 يونيو خلت الشعب يسق أكتر في صلامة وقراره الذي اتخذه في 30 يونيو ومن هنا مستمر في المساندة وتحمل الضريبة التي سيدفعها حتى ينتهي من بناء مؤسسات الدستورية بشكل صحيح وسليم إنما بالنسبة لمناوشات اليوم إنما بالنسبة لمناوشات اليوم أولا الإخوان قالوا إنهم مش هيشاركوا فيه إنما أنا واسق تماما وكثير من المواطنين واسقين إنهم مدسوا بعض العناصر المشاركة فيها وخاصة من طلاب الجامعات في جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان زينة تجهوا للمشاركة في هذه الزركة على أمل على حسب تطورات الموقف إذا أمكن إحداث نوع من الشقاق والصدام والتخريب وخلافه يتاح لهم إذا لم يحدث فيبأ ما ظهرش وكأن الإخوان قد شاركوا بكلمة على مناوشات عبدالين عمرياض ومناوشات تحرير صباحا نعم مناوشات عبدالين عمرياض حدثت يمكن محالي ساعة أو ساعة وشوية ما بين قوى مختلفة لدرجة أن الأهالي بتوى المنطقة اشتركوا في هذه المناوشات لإبعاد هؤلاء عن المنطقة بعد أن بدأوا يستخدمون الطوب والحجارة في التراشق بينهم هل ممكن تجاوز أحداث اليوم من مناوشات؟ لأن العدد الذي موجود أنا شخصيا متفائل جدا بالنتيجة اللي ظهرت النهاردة لأنها أقل بكثير جدا مما كان متوقعا وهذا يؤكد فشل التوجه ليس للاحتفاء بذكرى محمد محمود وهذا محمد محمود لكن التوجه من بعض الفصائل وخاصة جماعة الإخوان إلى إحداث نوع من الصدام والتخويف والترويع للمواطنين أعتقد الأمور تم تفويت الفرصة عليهم تماما لمجمل العناصر التي أشارنا إلى دلوقتي وعدم قناعة من يقومون بالاشتراك بما يقومون بها الآن هل هناك مخاوف من الخلافات الشبابية اليوم حركة الامتيني أبل الهواء عن الخطورة في الشباب وخلافاتهم مع بعض يوم؟ هل المناشات الحصة اليوم ممكن تخلق جيل يعني ممكن ينتقم بعضه من بعض أو تحدث أو اليوم يكون بداية لشجار وخلافات بين شباب الثورة نفسهم؟ ده حضرتك اللي بتقول ده أخطر ما يقلق نباب بالنسبة للمجتمع في الأيام والشهور والسنوات القادمة لأن ما حدث في الجامعات منذ بداية الدراسة حتى الآن بيؤكد أننا فشلنا فشلا زريعا في تعليم أبنانا تعليم جيد وتربيتهم وتنشأتهم تنشأة جيدة وتربيتهم على أسس دينية صحيحة عندما يخرج هؤلاء الشباب في الجامعات بهذا الشكل ولا يكون لديهم احترام للآخر والاحترام للأستاذ الذي علمهم ورئيس الجامعة وجامعة الأظهر التي بها الجرعة الدينية كمان بالإضافة إلى الجرعة التسقفية عندما يوجهون الإهانات لرموزها أعتقد أنه ده علامة خطر لنوعية شباب لم يعد يشعر بالانتماء إلى هذا البلد بشكل جيد لم يعد يشعر بأنه في مجتمع يجب أن يعمل على تنميته بل تقريبه ومن هنا هذا الشباب عندما يتزوج وينجب من عرفش دلوقتي هيقول لأولاده إيه واللي هيقول الأولاد دول هل هيتفق مع ما يقال له في المدرسة ولا هيختلف عشان إصلاح مفاهيم هذا الجيل اللي تم إفساده على مدى أكتر من 30 أو 35 سنة أعتقد أنه يأخذ وقت طويل شكراً جزيلاً لتشريف الكريم في اليوم عن الحر شكراً جزيلاً لتشريف الكريم في المشاركة شكراً جزيلاً لتشريف الكريم في المشاركة